اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم فاذا امر الشارع بشيء فالامر به نهي عن ضده مثال ذلك امر الشارع بالصلاة واقيموا الصلاة فهو نهي عن ضدها من التشاغل والتكاسل عن الاتيان بهذه الصلاة مثال اخر امر الله تعالى ببرج الوالدين والاحسان اليهما وهو اعني هذا الامر نهي عن ضده من القطيع وعدم البرج والاحسان يقول الامر بالشيء نهي عن ضده والامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى وليس من حيث الصيغة يقول والنهي عن الشيء امر بضده فالشارع مثلا نهى عن السدقة ونهى عن الزنا ونهى عن الفواحش فهو امر باضدادها فالنهي عن الزنا امر بالعفاف والنهي عن الغدر امر بالوفاء وهكذا قال ويقتضي الفساد يعني النهي الا اذا دل الدليل على الصحة النهي يقتضي الفساد من حيث الاصل ولكن هذه المسألة يعني اقتضاع النهي الفساد لا تخلو من حيث الاصل اما ان يكون المنهي عنه متعلقا بحق الله واما ان يكون متعلقا بحق الادمي فاما اذا كان النهي يتعلق بحق الله عز وجل فانه على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه فانه حينئذ يقتضي الفساد وعدم الصحة كالنهي عن الصلاة في اوقات النهي وكان نهي عن صوم يوم العيدين فاذا صلى وقت النهي فان صلاته تكون باطلة لان هذه الصلاة منهي عنها لذاتها واذا صام يوم العيد فهذا الصيام ايضا يكون فاسدا لانه منهي عنه لذاته القسم الثاني ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة يكون مختصا بها كما لو صلى بغير سترة يعني بغير ستر عورة او صلى بغير طهارة او صلى بنجاسة فان صلاته حينئذ تكون فاسدة لان النهي هنا يعود الى شرط في العبادة على وجه يختص بها القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في العبادة لا يختص بها كما لو توضع بماء مغصوب او صلى في ارض مغصوبة فالصحيح ان صلاته تصح وان طهارته تصح لانفكاك الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي فالشارع امر بالوضوء ونهى عن الغصب مطلقا ولم يقل لا تغصبوا ماء فتتوضعوا به او لا تتوضعوا بماء مغصوب بل نهى عن الغصب مطلقا سواء انغصب هذا الماء ليشربه او ليتوضأ به او ليتنظف به او ليستعمله في اكل او شرب او لذلك القسم الرابع ان يعود النهي على امر خارج فحينئذ لا يقتضي الفساد بل يكون صحيحا كما لو صلى وعليه عمامة حرير فلبس الحرير محرم ولكن اذا ستر رأسه بعمامة محرمة فان الصلاة تصح وذلك لان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة فوجود هذه العمامة وعدمه على حد سواء هذا النهي فيما اذا كان يتعلق بحق الله عز وجل واما اذا كان النهي متعلقا بحق الادمي فانه لا يقتضي الفساد ولو عاد الى ذات المنهي عنه بل يرجع في ذلك الى الادمي فان رضي بذلك فان العقد يصح وان لم يرضى بذلك فانه يكون فاسدا ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال اهل العلم واثبات الخيار فرع عن صحة العقد اي ان كون النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الخيار يدل على صحة اصل العقد وبهذا تبين ان النهي ان كان متعلقا بحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد في حالين الحال الاولى اذا عاد الى ذات المنهي عنه والحال الثانية اذا عاد على او الى شرط يختص بالعبادة ولا يقتضي الفساد فيما اذا عاد الى شرط على وجه لا يختص او عاد الى امر خارج واما النهي المتعلق بحقوق الادمين فانه لا يقتضي الفساد بل يرجع في ذلك الى الادمي فاذا اجازه ورضي به صح وان لا فلا قال رحم الله والامر بعد الحضر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك الامر بعد الحضر يعني ان الشارع اذا نهى عن شيء ثم اذن فيه او امر به فهل يكون حكمه فهل يكون حكمه حكم ما قبل الحضر او انه يكون للذاحة اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان الامر بعد النهي للحل ومنهم من قال ان الامر بعد النهي لرفع النهي وهذا القول اصح ان الامر بعد النهي يكون لرفع النهي وحينئذ يكون للمنهي عنه يكون حكمه حكم ما يكون حكمه حكم ما قبل النهي فمثلا 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 زيارة القبور امر بها ثم نهي عنها ثم امر بها فيكون حكمها حكم ما قبل النهي بمعنى انها سنة وقد جاء الامر بها زوروا القبور فانها تذكر الاخرة ومثال ما كان للإباحة قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وانتم حرم ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فقولوا اذا حللتم فاصطادوا الامر بالاستياد هنا للإباحة لان اصل الاستياد مباح قال والامر والنهي يقتضياني الفور ولا يقتضي امر التكرار الامر يقتضي الفور اي المبادرة بالفعل والنهي ايضا يقتضي الفور اي المبادرة بالترك لان اوامر الله عز وجل الاصل عنها على الفورية ولان الاتيان بها من المسارع الى الخير ومن استباق الخير وقد قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقال واستبقوا الخيرات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة رضي الله عنهم بالحلق عام الحجيبية وتأخروا كره ذلك وهذا يدل على ان الاصل في الامر الفورية ولان التأخير ايضا له افات لان التأخير يقتضي النسيان ويقتضي تراكم الواجبات ثم يعجز عن الاتيان بها ولهذا قال الامام احمد رحمه الله التأخير له افات كذلك ايضا النهي يقتضي الفور فاذا نهى الشارع عن امر من الامور فان ذلك يقتضي الفورية يعني انه ينتهي عنه فورا قال ولا يقتضي الامر التكرار وقوله رحمه الله والامر والنهي يقتضيان الفور هذا بالنسبة للامر المطلق والنهي المطلق وإلا فان الامر من حيث الفورية وعدمها على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور فانه يقول للفور وهذا بالاتفاق كقوله عز وجل فما ان شهد منكم الشهر فليصم فالامر هنا للفورية والقسم الثاني ما دل الدليل على عدم الفورية كقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالقضاء هنا لا يكون على الفور وانما يكون على التراخ بجليل حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان والقسم الثالث الامر المطلق الذي لم يدل الدليل على انه للفور او على انه للتراخ فالقول الراجح انه للفور لاننا ايضا لو قلنا انه ليس للفور فالى اي زمن يؤخر ان حدد الانسان زمنا فهو تحكم بغير برهان ولا دليل قال ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه الامر يحصل الامتثال به بفعله مرة واحدة لان الفعل يصدق بمرة واحدة ولكن هل الامر يقتضي التكرار او لا الجواب ايضا هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ما دل الدليل على ان الامر فيه للتكرار كقوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس فهذا يقتضي تكرار هذا الفعل فمتى حصل الدلوك وهو زوال الشمس فان الصلاة تكون واجبة الحال تطوع تطوع والحال الثالثة الامر المطلق الذي لم يرد فيه تكرار فانه لا يقتضي التكرار قال المؤلف الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه مثال الواجب قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وهذا يقتضي تكرار الصيام عند شهود شهد رمضان وكقوله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس او يستحب يعني ان يكون مستحبا كقوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا سبب وهو دخول المسجد فيقتضي التكرار لكنه على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعين ما ترجحت مصلحة الامور التي خير الشارع فيها المكلف على قسمين القسم الاول ان يكون التخير عائدا على المكلف نفسه تيسيرا عليه وتسهيلا فحينئذ يختار ما هو ايسر واسهل كقوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك فان شاء ذب حشاتا في فدية الاذى وان شاء صام ثلاثة ايام وان شاء اطعم ثلاثة مساكين ستة مساكين لكل مسكين نصف صعب ومثال اخر قوله عز وجل في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او تحذير رقبه فالانسان يخير بين هذه الخصال تخير تشهن واما اذا كان الانسان يتصرف لغيره فالتخير هنا تخير مصلحة ينظر ما هي المصلحة هل المصلحة ان يفعل كذا او ان يفعل كذا فمثلا الناظر على الوقف والولي على مال اليتيم اذا دار الامر بين امرين بالنسبة لهما فانهما يختاران ما هو اصلح وما هو ارجح وما ترجحت منفعته وليس الامر عايدا الى التشهي بالنسبة اليهما اذا ما خير فيه الانسان ان كانت تخير عايدا الى الانسان نفسه فهو تخير تشهي وان كان لغيره فهو تخير مصلحة وان شئت فقل اذا كان الانسان يتصرف لنفسه فالتخير هنا تخير تشهن وان كان يتصرف لغيره فالتخير هنا تخير مصلحة يقول المؤلف رحمه الله والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكر في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط والمعرف بال الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تدل على العموم بين المؤلف هنا الفاظ العموم ككل وجميع فاذا قل كل الناس وان كل لما جميع لدينا محضرون فهذا يدل على العموم كذلك ايضا جميع وكافة قال النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس كافة المفرد المضاف يفيد العموم وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها ان نكر في سياق النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كذلك ايضا اذا في النفي او الاستفادة من اله غير الله ونحو ذلك قال والمعرف بالدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم كقوله عز وجل ان الانسان لفي خسر اي ان كل انسان خاسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم قال المؤلف رحمه الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بمعنى انه اذا ورد لفظ عام لشخص معين او في قضية معينة فان هذا لا يقتضي ان يكون الحكم مختصا بهذا الشخص المعين فمثلا ايات اللعان وآيات الظهار لا يختص الحكم فيها بمن نزلت فيهم لان العبرة بعوم من لفظ لا بخصوص السبب الا اذا كان الخصوصية لوصف من اوصاف فانه يقتضي الخصوصية لهذا الوصف كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حالي هذا الرجل قال رحمه الله وقد يراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القراء الدالة على ذلك قد يرد الخاص ويراد به العام وعكسه مع وجود القراء الدالة على ذلك مثال العام الذي اريد به الخاص قول الله عز وجل الذين قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فهذا لفظ العام ولكن المراد به الخاص وإنما يعدل إلى ذلك أي إلى الخصوصية في اللفظ العام أو إلى العموم في اللفظ الخاص مع وجود القراء والأدلة الدالة على ذلك قال قال رحم الله وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص فالخطابات الشرعية سواء كانت في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بعمومها فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لا نقول إن هذا خاص بمن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الإرشاد والوصية والنصيحة إليه بل هو عام له ولغيره فخطاب الشارع لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا وكذلك أيضا كلامه في قضية أو في جزئية يشمل جميع الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية يعني على أنه خاص به وليعلم أنه ليس هناك أحكام شرعية تختص بأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حكم من الأحكام الشرعية يكون خاصا بأحد من الناس بل أحكام الشريعة عامة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خصه الله تعالى بما خصه من الأحكام لا لأنه محمد بن عبد الله ولكن لأنه رسول الله فخصه الله تعالى بوصف الرسالة قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الأربع خص بواجبات يعني بأمور أو جبه الله تعالى عليه دون غيره ودون بقية الأمة كقيام الليل والسواك قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكذلك السواك ثانيا محرمات بمعنى أنه منع منها دون غيره كتحريم الصدقة وتحريم الرمز بالعين يعني الإشارة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين والثالث كرامات يعني أن الله عز وجل أكرمه فأكرمه الله تعالى بأن جعل أمته خير الأمم وأكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه جوامع الكلم ومن ذلك ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخر الحديث فخص بها عليه الصلاة والسلام هنا كرامة من الله والرابع مما خص به المباحات وأكثرها في النكاح كتزوجه عليه الصلاة والسلام بلا ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكإباحة نكاح الهبة له كما قال عز وجل وامرأة مؤمنة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين يقول المؤلف رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به ففعله ما فعله يعني من الأفعال الأصل أن أمته تتأسى به لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فحينئذ يكون خاص به كما تقدم في نكاح الهبة في قوله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين وكجواز الوصال في الصوم فإنه خاص به عليه الصلاة والسلام مع أنه أحيانا قد يلد الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما دل عليه من حكم يكون عاما له ولأمته كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فالخطاب هنا يا أيها النبي ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خوطب به عليه الصلاة والسلام أو وجه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة وهو الذي تقتدي به الأمة والدليل على العموم قوله في الآية الكريمة فطلقوهن لعدتهن قال المؤلف رحمه الله وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها فهذا دليل على فساد هذه العبادة هذا من حيث الأصل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير الوضوء هذا يدل على فساد الصلاة بغير الوضوء لأن الأصل في النفي أن يكون للصحة فإن دل الدليل على الصحة فإنه يكون للكمال كقوله عليه الصلاة السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فالنفي له ثلاث مرات نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال فنفي الوجود عدم وجود هذا الفعل ونفي الصحة هو في الواقع نفي للوجود الشرعي ونفي الكمال أن العبادة تصح لكنها ليست كاملة فمثال ما كان النفي فيه للصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور هذا النفي للصحة ومثال ما كان النفي فيه للكمال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثات قال أو نفى بعض ما يزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها إذا نفى بعض ما يزم فإنها لا تنتفي لنفي بعض مستحباتها كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين إذن الخلاصة أن الشارع إذا نفى عبادة أو معاملة فالأصل أنه نفي لصحتها وهو دليل على فسادها إلا إذا دل الدليل على صحة هذه العبادة أو على صحة هذه المعاملة قال رحمه الله وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل العقود تنعقد بكل ما دل عليها من الأقوال والأفعال ويرجع في ذلك إلى أعراف الناس وذلك لأن العقود والفسوخ ليست من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها بل ما تعرف الناس عليه وما جاءت به الشريعة أيضا من الألفاظ تنعقد به فمثلا البيع ينعقد البيع بكل لفظ جل عليه فلو قال بعتك هذه السلعة ولو قال من لكتك هذه السلعة ولو قال أعطيتك هذه السلعة ونحو ذلك فإن العقد ينعقد بل إن البيع ينعقد بالمعاطاة بمعنى أن يضع الثمن وأن يأخذ السلعة إذن لا تجب مراعاة الألفاظ في العقود وفي الفسوخ وعلم أن الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة على أقسام ثلاثة القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعنى فيجب أن يراعى لفظا ومعنا وهو القرآن العظيم لأن القرآن متعبد بتلاوته وهو معجز بلفظه متعبد بتلاوته القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهو الفاظ العقود والفسوخ كالبيع والإيجارة والرهن ونحوها فالمعتبر معناها فالعبرة بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهي بقية الألفاظ الشرعية سوى القرآن كأذكار الركوع والسجود وأذكار الصلاة فلو أن شخصا حديث عهد بإسلام لا يعرف أن يسبح في الركوع والسجود أو أن يسأل الله المغفرة فيما بين السجتين فإنه يجب عليه أن يتعلم لكن يأتي يأتي بها بلغته حتى يتعلمها فإذا تعلمها وضبطها فإنه يأتي بها باللغة العربية ثم قال المؤلف رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليه فتحتاج إلى تصور وتصوير وإقامة الدليل عليه ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال المسائل نوعان مجمع عليها يعني أجمع العلماء عليها والثاني ما في خلاف المسائل التي أجمع العلماء عليها تحتاج أولا إلى تصور يعني أن يتصور هذه المسألة ثم يصورها في ذهنه ما صورة هذه المسألة ثم يقيم الدليل عليها ثم بعد ذلك يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال فالحكم على الشيء فرع عن تصوره فمثلا لو أن شخصا عرضت عليه مسألة من مسائل المعاملات أولا يصورها ثم يتصورها في ذهنه ثم يأتي بالدليل ثم يحكم عليها هذه هي المراتب تصور وتصوير وإقامة دليل ثم الحكم عليها ولهذا قال ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال كذلك أيضا بالنسبة للقاضي إذا تقدم إليه الخصمان وتداعي عنده فأولا يتصور الدعوة ثم يصورها في ذهنه وهذا أمر خارج ثم يقيم الدليل عليها ينظر الأدلة التي تدل عليها ثم يحكم بعد ذلك قال وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك يعني مع التصور والتصوير وإقامة الدليل والحكم إلى الجواب عن دليل المنازع فيصور فيتصور المسألة ويصورها ثم يقيم الدليل ثم يحكم ثم بعد ذلك يجيب عن دليل الخصم والإجابة عن دليل الخصم تارة تكون عن الدليل وتارة تكون عن الدلالة بمعنى أن القدحة في دليل المنازع قد يكون قدحا في أصله في أصل الدليل وعدم ثبوته وقد يكون قدحا في دلالته فقد يكون قدحا في الدليل نفسه فيقال مثلا هذا الحديث ضعيف هذا الحديث موضوع أو أيضا في الآية الكريمة نقول هذه الآية منسوخة أو في دلالتها بأن يقال إن الآية أو إن الحديث لا يدل إذن الجواب عن دليل المنازع يكون إما بالقدح في الدليل نفسه أو في دلالته فقد يكون الدليل غير ثابت فعينئذ تقول هذا الحديث أو هذا الدليل لا يثبت وقد يكون الدليل صحيحا كالقرآن وصحيح السنة فعينئذ يقول القدح في الدلالة بمعنى أن يقال إن هذا النص أو إن هذا الدليل لا يدل على ما ذهبت إليه ولهذا قال المعلف إلى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدل الذي يريد أن يجتهد ويستدل قال وعما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم المجتهد أو الاجتهاد هو بذل بذل الجهد والطاقة لإدراك حكم شرعي أن يبذل الإنسان جهده وطاقته لإدراك حكم شرعي والاجتهاد أو المجتهد له شروط مذكورة ومبسوطة في كتب أصول الفقه المطولة وأعظمها التحصيل العلمي أن يكون عنده حصيلة علمية من شريعة الله عز وجل ومما يتعلق باللغة وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وغيرها من علوم الآلة التي تمكنه من الاستنباط والاستجلال يقول هذا في حق المجتهد والمستجل والمجتهدون على أقسام أربعة القسم الأول مجتهد مطلق وهو الذي ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط الأحكام منها غير معتمد على أقوال غيره وهذا هو المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله والقسم الثاني من أقسام المجتهدين مجتهد في الم بين المذاهب مجتهد بين المذاهب بمعنى أن أقواله واختياراته لا تخرج عن المذاهب الأربعة فيختار من أقوال المذاهب الأربعة المعتمدة ما يرى أنه هو الراجح وما أداه إليه اجتهاده والثالث مجتهد في المذهب كما لو كان حنبليا فيجتهد في مذهب الإمام أحمد فينظر بين الروايات والأوجه والأقوال أو مجتهدا في مذهب الإمام مالك فينظر بين روايات الإمام مالك وبين أقوال أصحابه ويرجع منها ما دل عليه الدليل وصدقه التعليل القسم الرابع أن يكون مجتهدا في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل كما لو كان مجتهدا في باب الفرائض وقسمة المسائل ولكنه ليس مجتهدا في بقية أبواب الفقه فعلى هذا يكون الاجتهاد فعلى هذا الاجتهاد يتجزأ بمعنى أنه يصح أن يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم أو في طائفة من طوائف العلم دون غيرها قال رحمه الله أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم المقلد ثم عرفه المؤلف رحمه الله قال التقليد قبول قول الغير من غير دليل وقيل إن التقليد هو قبول من ليس قوله حجة يعني أن يقبل الإنسان قول من لا يكون قوله حجة المقلد وظيفته السؤال لأهل العلم يعني أن يسأل أهل العلم قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال فالواجب على الإنسان الذي لا يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية من المعرفة الأحكام من النصوص الشرعية الواجب عليه أن يسأل سواء كان منتسبا للعلم أم غير منتسبا للعلم فقد يكون الإنسان منتسبا للعلم لكنه ليس أهلا للاجتهاد والاستنباط فالواجب أن يسأل وكذلك أيضا العامي يجب عليه أن يسأل ولكن من يسأل الجواب يسأل أوثق من يجده علما وورعا ودينا فلابد في من يسأل لابد فيه من صفتين العلم والدين فالإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده دين ولا أقصد بالدين عدم الدين بالكلية ولكن أعني ليس عنده وراء وتقوى لله عز وجل وقد يكون عنده دين لكن ليس عنده علم فالذي عنده علم ولكن ليس عنده دين يفتي بالهوى لا بالهدى والذي عنده دين ولكنه ليس عنده علم يفتي بالجهل وربما شدد على الناس بسبب ديانته أو تدينه شدد على الناس في أمور مباحة قال المعلف رحمه الله فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال الواجب على الإنسان الذي يتمكن من الاجتهاد والاستنباط والاستدلال الواجب عليه أن لا يسأل بل يبدل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي اللهم إلا أن تحصل نازلة أو مسألة وتحتاج إلى البت فيها على عجل فحينئذ لا حرج عليه أن يقلد غيره أو أن يسأل غيره ولهذا قال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الأمرين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمفهوم الآية أن الإنسان إذا كان يعلم فإنه لا يسأل أهل الذكر بل يجب عليه أن يبذل جهده وطاقته لأنه إذا بدل جهده وطاقته في إدراك الحكم الشرعي فما توصل إليه قد يكون يقينا بالنسبة له وقد يكون غلبة ظن وما في نفسه من اليقين وغلبة الظن هي أقوى مما في نفسه غيره لكن هذا أعني الاستنباط والاجتهاد إنما يكون في حق من كان أهلا لذلك وليس كل من ينتسب للعلم يكون أهلا لذلك ثم أيضا أنبه هنا أو أختم بمسألة مهمة أنه ينبغي لطالب العلم إن لم نقل إنه يجب عليه أن يعتني بمعرفة الدليل في المسائل فإذا عرف المسألة فإنه يعرف دليلها لأن العلم هو معرفة المسائل بالدلائل كما قيل العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويانه والإنسان وطالب العلم متى عرف الحكم بدليله استفاد فوائد بتعددة منها أولا أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى يوم القيامة لأن الإنسان يوم القيامة لن يسأل عما قال فلان أو فلان وإنما سيسأل عما جاءت به الرسل قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ثانيا أن الإنسان إذا عرف الدليل تمكن من إقناع غيره لأنك إذا تكلمت مع غيرك وقلت الحكم في المسألة كذا سيقولك أين الدليل فإذا كنت تعلم الدليل وتعرف الدليل فإنك في هذه الحال تتمكن من إقناعه ومنها أيضا أن الإنسان يكون إماما يقتدى به لأن الذي يعرف الحكم بالدليل الناس يتأسون به لأنهم يطمئنون إلى ما عندهم العلم ورابعا أن الذي يعرف الدليل أيضا يكون سيره وسطا إلى الله عز وجل بين الغالي في دينه والجاف عنه فعلى طالب العلم أن يحرص على معرفة الأدلة سواء كانت أدلة نقلية أعني من الكتاب والسنة أم كانت أدلة عقلية وهي التعليلات والعلل التي يذكرها أهل العلم وهذه العلل التي يذكرها الفقهة رحم الله هي أو مردها إلى النصوص الشرعية فهم حينما يقولون يحرم كذا لأنهم كذا وكذا فهذا التعليل يرجع إلى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع أو إلى جليل من الكتاب والسنة أسأل الله تعالى أن يهبنا وإياكم من رحمته وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قرأناه وما سمعناه وما عملناه وما علمناه أن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يغفر للمؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن يغفر لمؤلف هذه الرسالة ولقارئها وشارعها ومن استمع وانتفع بها إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين